بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطلبات الصفحة الخامس الإخدائي أهلا وسهلا بكم في موضوع بعنوان حل تدريبات بيت الله الحرام يبقى النهاردة نحل مع بعض تدريبات موضوع بيت الله الحرام واللي هو صفحة ثمانية وعشرين هنفتح مع بعض صفحة ثمانية وعشرين كده أولاد مع بعض عندي أول سؤال أولاد بيقول هناك أسماء أخرى لمدينة مكة لم ترت بالدرس ذكرها مستعينة بالمكتبة يعني المفروض أولاد أنه نحن نروح المكتبة ونبحث عن الأسماء الأخرى التي ذكرت لمدينة مكة ولكن تسهيلا لكم أن جبعت بعض الأسماء التي أطلقت على مدينة مكة وكان الإسم الأول أولاد أطلق عليها البلد الأمين يبقى أول حاجة أطلق عليها البلد الأمين كمان أولاد أطلق عليها بأم القرى كمان أطلق عليها بالبلد هذه الأسماء التي أطلقت على مين؟ على مدينة مكة طيب أنا عندي بعد كده أولاد سؤال رقم اثنين بيقول على من يجب الحج طبعا إحنا أولاد لو نفتكر مع بعض قلنا أن الحج يجب على كل مسلم قادر ومستطيع يبقى يجب الحج على كل مسلم قادر ومستطيع سؤال رقم ثلاثة بيقول متى بني البيت الحرام؟ ومن الذي بناه؟ يبقى عندنا هنا سؤال دولات مكون من شقين أو من سؤالين السؤال الأول بيسأل عن الزمن يبقى متى بني البيت الحرام؟ هنقول بني البيت الحرام قبل خلق آدم طيب يترى من الذي قام ببناء البيت الحرام؟ هنقول والذي بناه الملائكة طيب سؤال رقم أربعة بيقول أولاد ما دور سيدنا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة؟ يعني هل سيدنا إبراهيم كان ليه دور أولاد في بناء الكعبة؟ لو نفتكر مع بعض في موضوع إسماعيل أو العرب أنه كان سيدنا إبراهيم أولاد يقوم برفع قواعد الكعبة وكمان أولاد كان بيساعده ابنه إسماعيل عليه السلام يبقى هنقول أولاد طبعا دور سيدنا إبراهيم أنه رفع قواعد الكعبة وهو الذي قام ببنائها مع مساعدة ابنه إسماعيل سؤال رقم خمسة بيقول لماذا جعل الله مكة حرما آمنة؟ إحنا لو نفتكر مع بعض يا أولاد قلنا أنه مكة دي بلد الأمن والأمان طيب ليه؟ طبعا إلي جابها حتكون يا أولاد لأن فيها البيت الحرام إبقى السبب أنه مكة دي بلد الأمن والأمان لأن فيها البيت الحرام طيب أنا عندي بعد كرة سؤال رقم ستة أولاد بيقول أين يقع مقام إبراهيم عليه السلام ولما أمر الله المسلمين بالصلاة عندهم وبنا عندي برضي سؤال رقم ستة أولاد مكون من شققين السؤال الأول بيسأل عن المكان والسؤال الثاني بيسأل عن السبب طب أول سؤال أين يقع مقام إبراهيم عليه السلام؟ هنقول يقع مقام إبراهيم عليه السلام بعد عشرة أمتار فقط من بوابة الكعبة المشرفة الأمامية يبقى أولاد الباب الأمامي للكعبة بعده بعشرة أمتار مباشرة بيقع مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام طيب لماذا أمر الله المسلمين بالصلاة عنده؟ حتى يكون تخليدا لمقام إبراهيم عليه السلام كما أن مقام سيدنا إبراهيم من الأماكن التي يقبل فيها الدعاء طبعا عندي رقم سبعة بيقولي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي يبقى عندي سؤال ومن خلاله سأختار الإجابة الصحيحة بيقولي أول مسجد بنياء للناس يترى المسجد الأقصى أم البيت الحرام أم المسجد النبوي طبعا إحنا عرفين أول مسجد بنياء للناس وهو البيت الحرام رقم باب يقولي أول مسجد بنياء للناس بناه آدم عليه السلام الملائكة أم العرب وإحنا عرفين أول مسجد بنياء للناس بناته الملائكة طيب أنا عندي بعد كده أولاد بيقول بنياء البيت الحرام قبل خلق آدم بعد خلق آدم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أولاد بنية البيت الحرام قبل خلق سيدنا آدم طيب أنا عندي بعد كده أولاد سؤال رقم 8 بيقول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مكة بلد الأمن والأمان لأن بها البيت الحرام يبقى التكمل يا أولاد حتكون لأن بها البيت الحرام طيب رقم B بيت الله الحرام أول بيت نقط آه بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس إيبا الإجابة أنه وضع للناس طيب رقم G بيقول لي يقوم الحجاج بالطواف حول الكعبة أنا المفروض أن أكامل بكلمة الطواف لأنه بيقول يقوم الحجاج بنقط حول الكعبة إيبا يقوم بيا أولاد بالطواف عندي سؤال رقم 9 بيقول بماذا استعانى سيدنا إبراهيم عليه السلام لرفع قواعد البيت عشان خاطر أولاد يقوم برفع قواعد البيت أو بناء قواعد البيت استعانى سيدنا إبراهيم بحجر يقف عليه استعانى بحجر يقف عليه وكمان أولاد الحجر ذاك الموقف جميل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام أن سيدنا إبراهيم عندما وضع قدمه على هذا الحجر أثرت قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام على هذا الحجر وهذا الحجر أولاد موجود حتى الآن وعليه آثار أقدام سيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا عندي السؤال الرقم 10 بيقول أكتب الآية الاولى بخط جميل واعلقها في معرض الخطوط بمدرستك طبعا ده متروك ليك تعمله عندي سؤال رقم 11 بيقول لي اقرأ الحديث الشريف الوارد بالدرس ثم قارن بين حرمة المؤمن وحرمة الكعبة ده المفروض ان انت بعد ما هتقرأ الدرس كويس هتجاوب على السؤال ده ولكن انا تبسيطا لليك هحاول اقدم لك ايه 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 كده مختصرة عشان خاطر انت تقدر تدور على الاجابة الكاملة انا عندي اولاد يعني ايه حرمة المؤمن وحرمة الكعبة انا عندي اولاد انه ربنا سبحانه وتعالى حرم على الانسان المؤمن قتل اخي ادي معنى كلمة حرمة قتل المسلم او قتل المؤمن ده شيء حرم ربنا سبحانه وتعالى طيب انا عندي برضا اولاد انه القتال والحروب داخل البيت الحرام ده امور حرمها ربنا سبحانه وتعالى طب أي شيء أي واحد منهم حرمته أشده أكبر والذنب بتاعها وعقبها حيكون أكبر من التاني طبعا يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى جعل حرمة المؤمن أعظم وأكبر من حرمة الكعبة ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى حرم قتل النفس وقال أن من يقتل نفس مؤمنة طبعا ده عقب عند ربنا أشده أعظم من أن تقوم هدم الكعبة يعني أنا دلوقتي عندي خيارين لو الكعبة دي هتأهدم حجر حجر أعظم ولا أنه أقتل مؤمن طبعا لحيكون أهوى عن ربنا سبحانه وتعالى أن تهدم الكعبة ولا تقتل نفس مسلمة أو مؤمنة هذه معنى الحرمانية وكده أولاد نكون وصلنا لآخر سؤال في حل تدريبات موضوع بيت الله الحرام وإن شاء الله أشوفكم في حصة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته